موسيقى رغم اعلان تحرير جميع المناطق من سيطرة داعش الارهابي منذ ديسمبر 2017 وعودة الحياة الى طبيعتها في المناطق المحررة الا ان ملف المفقودين يعتبر ابرز الملفات التي خلفتها الحرب مع التنظيم وما رفقها من موجات نزوح وصفت بالاكبر في تاريخ العراق اذ لم يعرف مصير هؤلاء لغاية اللحظة من ابرز المدن التي تعرض ابناؤها للاختفاء القصري بعد عام 2014 محافظة نينوى وصلاح الدين شمالا ومحافظة الانبار غربعة حيث ما يزال مصير اكثر من ثمانية الاف شخص مجهول لغاية اللحظة تقارير منظمات دولية ومحلية اكدت ان موظم عمليات الاختفاء القصري جرت خلال رحلة النزوح حربا من اجرام داعش الذي سيطر على مناطقهم او بسبب اندلاع المعارك بين التنظيم والقوات الامنية اذ كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود مئات الالاف من المفقودين بالاراقة مبينة انه صاحب العدد الاكبر من المفقودين في العالم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فعل ما لم يفعله او يجرؤ عليه غيره او من سبقه بفتح ملف المغيابين بعد ايام على تسنمه منصب رئاسة الحكومة خلال زيارته لوزارة الداخلية حيث وجه ضباطها ببدل الجهود لكشف مصيرهم ومحاسبة الجهات المتسببة بتغييبهم الكاظمي ذهب الى بعد من ذلك من خلال استقباله عددا من ذوي المغيابين قصرة مؤكدا ان هذا الملف يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان متعهدا بمتابعته شخصيا على اعتباره التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم اشتركوا في القناة